بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أنا زمينكم بيمان حددين واليوم إن شاء الله سنشرح المحاضرة السابعة من مادة الدينتال ماتيريالز هذه إن شاء الله ستكون أول محاضرة من محاضرات الفاينال ستكون بعنوان إمبريشن ماتيريالز تو احنا أخذنا محاضرة عن إمبريشن بمادة المادة كانت آخر محاضرة وحكينا فيها عن أكثر من مادة اليوم إن شاء الله سنكمل باقي المواد طيب وقلنا لكم محاضرات الإمبريشن المحاضرات الجدد مهمة لأنه سنطبقها عمليا وستعملها باللابات لسنة الجاي وبرضو بالكلينيكا فهي من المحاضرات المهمة ولي نكون عارفين المواد اللي نستعملها أصلاً في العيادات فالإمبريشن ماتيريالز يعني هاي المواد اللي تستعمل لإخذ الطبعات تقسم إلى نون إلاستيك وإلى إلاستيك هذا كلام حكينا المحاضر الماضي أنا بدي أحاول أذكركم ببعض المصطلحات لأنه في الناس ممكن أوتت المحاضرة يعني ماشي فقلنا المواد اللي نستعملها عشان نوخي الطبعة هي بتكون نون إلاستيك يا إلاستيك نون إلاستيك يعني من اسمها نون إلاستيك مش مرينة ما فيها نسبة مرونة عالية إلاستيك معناتها مرينة ماشي هذا التصنيف جداً جداً مهم نكون عارفينه لأنه كثير بيسألوا عنه بالإمتحانات وغيرها يعني حتى عملياً وهيك وبرضو بيأثر على الاستخدام العملي للمواد المادة اللي نون إلاستيك يعني مادة غير مرينة فهنا بستعمل هؤلاء المواد بشكل أساسي للمرضى الإدنشلس المرضى اللي ما عندهم أسنان إدنشلس بيشنس مثل ما بدي مثلاً أعملي لهم طاقم كامل نوخي الطبعة لشكل العظم تبعهم وشرحناهم المواد الثلاثة بالمحاضر الماضي ماشي المحاضرة اليوم رح نحن نحك فيها على الإلاستيك إمبريشين متيرلس المواد المرينة ماشي والإلاستيك متيرلس بستعملها بشكل أساسي للمرضى اللي عندهم أسنان لأن وجود الأسنان يتطلب مادة مرينة باختصار لأنك لو بدك تأخذ الطبعة لمريض عنده أسنان بنون إلاستيك رح تكسر معك لما تيجي بدك تسحبها لما تيجي بدك تسحب يعني مش إحنا نحط نمسك التري التري بنحط عليه الإمبريشين متيرل ومدخلها بجوة فم المريض إذا المريض عنده أسنان زي ما قلنا بدك مادة مرينة عشان تقدر تدخل بين الأسنان ولما تسحبها تطلع معك لأنك تخيل بدك تحط دخل المادة وتسحبها والمرضى عنده أسنان وهذه المادة دخلت ما بين الأسنان إذا إنها مرينة تطلع معك يعني هيك بتغير شوي شكلها وترجع على شكلها الطبيعي فيها نسبة مرونة إذا مش مرينة رح تكسر مستحيل تقدر تطلع معك لذلك هاي ما بس تعاملها مع المريض عنده أسنان يعني إذا تعمل مثلا مريضك تعمله تلبيسة وتأخذ له طبعة الأسنان ومستحيل تستعمل هذه المواد ماشي فهذه النقطة يجب أن نكون عارفينها من الآن فنحن نستعمل الإلاستيك ماتيريز المرضى لديهم الأسنان بشكل أساسي الإلاستيك ماتيريز تقسم إلى قسمين هايدروكولويدز هايدروكولويدز و سينثيك ماتيريز أو ما تسميه هايدروكولويدز أو نن أكويس ماشي هايدروكولويدز نوعين الجينيت وأقار أقار هايدروكولويدز سينثيك ماتيريز أربع أنواع بوليسالفايد، بولي إيثر و سيليكون سيليكون طبعا نوعين اي سيليكون أو الادشين سيليكون والكندنسيشن سيليكون ماشي فهم أربع مواد هنا وهون عندنا مادتين طيب و هايدروكولويدز نشرح كل واحدة فيهم بالتفصيل طيب أولا هايدروكولويدز بموضوع الريفيرسابل و الريفيرسابل من التكرير المحاضر الماضي شرحنا على الإمبرش الموكومباوند قلنا لكم الإمبرش الموكومباوند يعتبر ريفيرسابل طبعا الإمبرش الموكومباوند من الإن إلاسك من هنا ماشي هذا يعتبر الريفيرسابل عفوا الريفيرسابل والباقي الريفيرسابل لماذا قلنا عنه الريفيرسابل؟ لانه قلنا لكم هاي المادة احنا منسخنها عندما يأتي هذه المادة صلبة مثل القرص نمسكها منكسرها نضعها داخل ماء تسخن طيب؟ تسخن لدرجة الحرارة تصير طريقة مثل المعجون منشكلها زي ما أريد أن نأخذ فيها الطبعة لو رجعت سخنتها بمي حامية ترجع تطرى معك هذا معنى كلمة Reversible لأن المادة بعد ما تتصلب تقدر ترجعها إلى وضعها الأصلي أو أنك ترجع تذوبها عن طريق التسخين ماشي فهذه الإمبريشن حكينا عنها Reversible وعن الأقار من مواد اللي رح نحكي عنهم اليوم اللي هي الأقار أقار هذه تعتبر Reversible لأنه نفس الأشي بتسخنها بتطرى معك على درجة حرارة منخفضة تتصلب الألجينيت مثلا لا يعتبر Reversible ماشي رح نشرحها رح يبين معنا أثناء الشرح لأن الألجينيت عبارة عن Powder Water يعني التفاعل تبع من جيب هيك بيجي علبة Powder لنورجيكم من الألجينيت هايها Powder منحطه مع مي ماشي ومنخلطهم تطلع معنا المادة ما عندك طريقة ترجع فيها لشكلها الأصلي خلاص لأنه زي صار تفاعل كيميائي صار تفاعل كيميائي ووصلنا للشكل البنية أما هناك لأ لأنه نتحدث عن الحرارة ماشي يعني يكون التفاعل عبارة عن حرارة نحكي Thermal Induced Physical Reaction هذولا Reversible منهم و بس مادتين أصلا كل مواد تعتبر Reversible إلا مادتين من ال In Elastic Compound وشرحنا عنها المحاضرة الماضية ما بتهمنا من ال Elastic Agar Agar وهي أول مادة رح نتحدث عنها اليوم تمام فهي خلصنا موضوع Reversible و Reversible الآن رح نبدأ أول إشي أول جزء من محاضرتنا رح نتحدث عن ال Elastic Hydrocolloids Materials اللي هم قسمين Alginate و Agar Agar أولا بدنا نبدأ بال Hydrocolloids Materials طبعا فيه جزء هيك نحكي بدنا نفهمه أو نكون عارفينه وهو مصطلح كلويد مصطلح كلويد مصطلح مصطلح كلويد أو قبل كلويد باختصار احنا في عنا ثلاث مصطلحات هذا موضوع شوية هيكه physics مش كثير بهمني انا مش هحطول فياته في عنا اشي من سميه solution في عنا اشي اسمه كلويد في عنا اشي اسمه suspension suspension ماشي solution يعني مثلا انت جبت مية وخلطت فيها مليح وخلطتها هذا بيطلع معك محلول ماشي كلويد يعني في عدة أمثيل عليه مثلا الجيلاتين يعتبر يعني وين الصورة هذه الجيلاتين زي هيكه كلويد الملك الحليب يعتبروه كلويد حتى الغاز وال هذا ما يسموه الفوم زي هيكه بيسموه برضو كلويد في عنا اشي اسمه suspension suspension يعني اهسه اكتر مثلا شهر على اللي هي زي علب الدواء في ادوية بذلك ادوية الاطفال تيجي بمحل يعني زي سائل بيكون عندك هيكه سائل وفي ذرات مترسبة تحت بتكون مترسبة لما تيجي بدك تطخ يعني بدك تعطي المريض او الطفل الدواء بدك تخلط العلبة عشان هاي الذرات المترسبة تتوزع جوه المادة ماشي هذا بيسموه suspension طبعا شو الفكرة ان احنا يعني بهذولة الثلاثة هذولة الثلاثة بيكون عندها يعني نحكي سائل وبيتفوت عليه ذرات بس كيف الذرات تتوزع جوه هذا السائل تختلف تختلف بشكل اساسي حسب حجمها السليوشن يعني مثلا زي ما قلنا ملح وماية بتكون عادة الثلاثة كثير قليلة فخلص بيصير سكأنه سليوشن واحد خلص صار وحدة واحدة ماشي اما بالكولويد باختصار او البهم نكون عرفين انه ما بيكون وحدة واحدة منسمي اشي بنحكي له اكثر من فاز له تو فاز ماشي المحلول الملح بيكون فاز وحدة او ان نقدر نحكي صار جزء واحد مكون واحد ماشي بالكولويد لا بيكون عندك اكثر من فاز بتكون بنسميه تو فاز طيب فاز للاشي اللي ذوبناه ماشي وماذا بكليا نحكي وجزء للسائل وبالنسبة للساس بنشي نفس الاشي بيكون عندك اكثر من فاز ولكن الذرات تترسب تحت هنا ما بيصير فيه ترسب هنا الذرات تترسب فبدك تخلط الاشي عشان يرجع يصير هيك زي نوع المام هو تجانس ماشي يعني هذي ببساطة الموضوع اللي بدنا نكون عارفينه او عشان تفهموا شو معنى بهذا ايش المكتوب بهذا السلايد هاي خلينا نبدأ بالكلام اللي بهمنا بقولك الكلوات هم عبارة عن ميكتشر من تو فاز زي ما قلنا بتكون من يعني اكثر من فاز واحدة مجزي السوليوشن العادي بتكون واحدة من الفاز بتكون كثير صغيرة من واحد الاربعمائة نانو ميتر حجم البارتكلز ماشي اكزامبلز اف كولويتز بدي ذكر لك عدة امثلة طبعا الكولويتز بتاخذ عدة اشكال منها اشي بنسمي امولجين اشي فوم اشي بيكون اروزل عفوا اروزولز اشي بنسمي سولز هذا اللي بهمنا يعني هذا اللي اقرب لمحاضرتنا اليوم امولجين زي الملك زي الحليب بيكون عندك لكود جوه لكود بيسموه لكود سبيرزد انع لكود عندك الفوم زي ايش زي السوب فوم زي الرغوة ايوه الرغوة طبيعة الصابون بيكون عندك غاز جوه لكود يعني هو لا يلزم ان يكون اشي ذر صلب سولد ممكن يكون زيك غاز جوه لكود لكود جوه لكود اريزولز بيكون لكود او سولد ان اقاز زي ايش زي الفوق او السموك السموك اللي هو الدخان يعني والفوق اللي هو الضباب هون يعني الضباب اصلا عبارة عنه عبارة عن لكود جوه غاز ماشي أو سوليد جوه غاز هذا بسمه عندك السولز اللي هي عبارة عن زي الجيلة بيكون عندك مادة يعني الجيلة عبارة عن هيك زي مادة صلبة جوه وليكود أعطتك هذا الشكل الجيلة وهذا أقرب أهمنا هذا أقرب شيء لمحاضرتي اليوم ماشي فهذول بسمهم طيب شو اسم المواد هذول اسمهم هايدروكولويدز هايدروكولويدز بمعنى أنه يعني الوسط اللي دخلت عليه الجزيئات عبارة عن ووتر عشان هيك سأسموه هايدرو هايدروكولويدز ماشي يعني زي ما قلنا لما يكون عبارة عن مي منسمي هذا الكلويد أو هذا السول لأنه يكون عبارة عن سول لأنه أنت عندك لكود ماشي منسميه هايدروكولويد طيب فهذا بس هاي المقدمة عشان تعرفوا ايش يعني كولويد ما بهمني تعرف الفيزيكس بصراحة بس يعرفوا لي الكلام المكتوب أنه كولويد عبارة عن تو فيززز تو فيز ميكسشار هاي مهمة واحدة من الفيزز بتكون جزيئات صغيرة بالحجم وقلنا له عدة أشكال بيجي فيها يا لكود بليكود يا غاز بليكود يا لكود أو سلد بغاز يا سلد بليكود وعرفنا أمثلة مختلفة وقلنا سلدز أكثر واحد بهمنا ومنسميهم هايدروكولويد كذلك ميديوم إز ووتر ماشي طيب بهمناش هذا الكلام خلينا نفوت على الجزء الأهم اللي هو المواد أول شي بنا نحكي عن الأقار أقار اللي قلنا هذه تعتبر ريفيرسابل منخلصها بنحكي عن الألجينيت وهيك من خلصنا أول جزء اللي هو إيش الهايدروكولويدز بعدها رح نروح على السينثيتيك ماتيليز طبعا الهايدروكولويدز رح تشوفون ها هي عبارة عن مواد جاي من مصادر طبيعية هذولا لا من مصادر صناعية وطبعا ذي أرنن آكويس يعني ما في هيك تفاعل أو ما في كولويد هذا بقى قصة الكولويد والماء مش موجودة عشان كيف يسمونه نن آكويس طيب أول هاي اسم ثاني اللي هو الإلاستومارز ماشي نرجع الأقار أقار أول مادة من نحكي عنها إت إز آن أورغانيك هايدروفليكولويد إكستراكتد فرم أتايب أف سي ويد يعني عبارة عن كولويد هايدروفليك محب للماء أورغانيك يعني عضوي يؤخذ من أحد أنواع السي ويدز السي ويدز يعني اللي هي الطحالب لها عدة أنواع واحد منها اللي هو هذا الاسم الغريب طبعا دكتور حكيت يعني مش مطالبين تعرفوا هذا الاسم طبعا بس يعرفوا أنه جاي من السي ويد فهو مصدره طبيعي ماشي لما نخلطه مع المي وين ميكسد وث ووتر أقار فونز أكولويد زي ما قلنا عندنا بارتكلز صغيرة نخلطها بإشي هذا إشي لما يكون ووتر بيطلع معنا هيدروكولويد فلما نخلطه مع المي بيطلع لك كولويد أو نقدر نحكي هيدروكولويد ماشي طبعا بدنا نكون عرف إنه مصطلحين بدنا نعرفهم جل وثول جل وثول الآن عشان تفهموها باختصار الثول لما لما يكون يعني هسا إحنا اتفقنا خلص كونا هذا الهايدروكولويد أو هذا الكولويد يتكون قلنا لكم الأقار أقار بيكون ماشي بتسخنه هيك بيذوب بيأخذ الشكل بدكي وبتبرده بتصلب فلما يذوب ويصير هيك بيكويد بنسميه سول لما يتصلب ويصير على شكل الجل يعني هيك إشي صلب بنسميه جل بس هذا معنى سول وجل تمام ف يعني بيقولك لما بدك تحول الجل للسول لما تذوبه يعني باختصار تحطه على درجة حرارة عالية ويذوب بس بيقول لكم معلومة انه انه ذرات المي بتكون في قوة يعني نحكي بتربطها مع ذرات الأقار هاي القوة بيسموها capillary forces أو capillary region يعني بصير فيه تلاسق هيك ما بيئ بسبب الوجود الشعيرات يعني هسا شو الفكرة احنا لما البارتكيلز هذي بتكون هيك على زي شكل شعيرات ماشي فذرات المي بصير فيها زي نحكي تلاسق ما بينها وما بين الشعيرات ماشي مباشي كثير مهم بس عرفوها كم معلومة انه لما تتحول الووتر يعني بين ربط ما بين ذرات الأقار عن طريق capillary forces يعني قوة ترابط بالشعيرات تبعت نفس الموليكيو لانه هيك لانه بيأخذ ترتيب الشعيرات هيك يعني لو بنا نطلع على على مايكروسكوبك ليفل زي ما قلنا لما يتحول من جل لسول بيصير فلويد هيك يعني بسايح اكثر اقرب الى السائل ويسمى سول لما يتصلب نسميه جل ماشي جل تسول هاي المعلومة جدا مهمة بنا نعرف انه الأقار أقار من المواد الريفيرسبل بتحميها بتصير سول بتصلبها بتصير جل وبتقدر تعملها اكثر من المرضى طيب فهمنا شو هي الأقار أقار شو مكوناتها الآن بدنا نحكي عن الاستخدام العملي لهذه المواد هاي المواد في يعني زمان كانوا بيستعملوها بالغيادات بشكل اكبر ماشي بعدها ايجت اكتشفوا المواد الثاني اللي هم الالاستمرز او السينثيتيك ماتيري زي السيليكون سي سيليكون وبطلوا يستعملوا هاي المواد ماشي لانه هذه المواد يعني خصائصها احسن واسهل بكاستخدام فقل استخدام الأقار أقار لان الأقار أقار من مشاكله انه متعب في العيادات يعني بده جهاز خاص وإله سعره طبعا وبده وقت بدك تحمل مادة يعني هاي سرح نحكي على التكنيك تبعها تشوف انه بغلبك مش مريح للمريض وجود هذا الجهاز وكل هالأمور فلذلك قل استخدام هذه المواد صار استخدامها الأساسي حاليا في اللابات مش في العيادات في اللابات انلابس يعني لغرض واحد ايش هو الكاست دوبليكيشن كاست دوبليكيشن يعني انت عندك كاست هذا الكاست بدك منه أكثر من نسخة شو بتسوي بتجيب هذا الكاست نفسه بتصبه أو عفوا بتحط عليه بتاخذ منه امبرشن يعني بتجيب امبرشن ماتيري بتحطها عليه فبتحصل امبرشن كمان مرة هذا الامبرشن بتصبه قد ما بدك طيب بتعمل نسخة نسختين ثلاث فهذا غرض الأساسي أو الاستعمال الأساسي حاليا للأقار أقار في العيادات نادر يستعمل هسا فوائد اليوز طيب هون ذاكر لك استخدامات أخرى بس قلنا هذا هو الاستخدام الأساسي يعني هون بيقول لك فول ماوث امبرشن وذاو ديب اندركات يعني بدك تأخذ امبرشن لكل الفم وما عندك كتير اندركات ممكن تستعملها قلنا هذا الاستخدام بيقول لك كان يستخدم بشكل كبير للف بي دي الفيكست بروستودونتكس يعني القسم من البروستودونتكس الفيكست مثل امبلانتز كراون بريج جسور ثابتة تلبيسات كل هاي الأمور هاي تدخل تحت نطاق الفيكست بروستودونتكس لانه فيعن الريموفوبل اللي هو زي كمبليت دينشر الطاقم الكامل والار بي دي وغيرهم برويورتو الاستمرز قلنا لكم اجت الاستمرز وبدلوها لانه مواد دقيقة وسهلة وواسع نحكي عنهم اخر اشي ازأتو تشي كوندشينار برضو هاي مش كثير تشي كوندشينار يعني مثلا المريض هذا المرضى اللي بيكونوا بيستعملوه الـ تقم الكامل المرات بيكون مثلا عنده هيك صار في التهاب خفيف او كذا اريتيشن ماشي وكثب نستعمل اسمه تشي كوندشينار عشان هيك يعني نهد الانسجة حط مادة هيك زي تخفف الانفلميشن الموجودة بيقول لك انه ممكن تستعمل اقار اقار بس يعني برضو مش هالاستخدام المنتشر فبيعمل كوندشينار لتشيوز هذا معنى تشي كوندشينار طيب له انواع بناء على الـ الـ تبعته او نحكي القوام تبع هاي المادة ممكن تكون هاي ممكن تكون ميديوم ممكن تكون لو كونسيستنسي لو كونسيستنسي يعني هيك اقرب يعني قوامها هيك سائل اكثر ماشي فمثلا بتقدر بيقولك يعني ممكن تعمل بالسيرنج تحطها في سيرنجة وتقدر تعملها هذا معنى للسيرنج ماشي يعني زي مثلا في صورة وارجيكم زي سيرنج بتحطها وتضغط فتطلع المادة فلازم القوام تبعها يكون لا يكون هيك اشي فلويد اكثر اما لو كان قوام كثير صلب وماسك حاله ما بتقدر تعمل له سيرنج صح ولا لا وممكن يكون ميديوم يعني بزبط للحالتين يا لتري لا لسيرن يا سيرن ممكن يكون هاي لتري يعني تمسك المادة وتضغطها على التري نفسها وتروح تاخذ فيها طبعة بتكون ماسكة حالها اكثر من اللو ماشي في فبيجي يا تايب يا تايب 2 ميديوم يا تايب 3 بيكون له وعرفنا الاستخدامات طيب هذا الأقار كيف يعني لما تيجي تشتري تسابلايد أزوت كيف لما كيف بيجي يا بيجي بكلابس كلابس بالتيوبز يعني زي هاي زي هيك علبة المعجون زي هيك وانت تضغط المادة وتطلع معك تيجي بتيوبز ماشي أو بتيجي كارتريجز أو جيلستيكس كارتريجز يعني زي هيك هيك بتيجي أنبوبة من الزجاج ماشي وهون اللون أخضر هاي هي المادة جوا هاي الأنبوبة طيب هذي في حد تستعملها كسيرنج متيريال بتحطها جوا وبتطلع معك المادة هون لو بدك تأخذ بالإمفريشنز هاي بلك كونتينرز هاي لدوبيكيشن وهذا أكتر شكل موجود حاليا يعني بيجيك هاي بعلبة كبيرة وجوات المادة تأخذ من المادة قد ما بدك بتستعملها زي هاي بالزبط هاي البلك كونتينرز هذي طبعا ال دوبيكيشن وهو الاستخدام الأشهر هون بده يحكي لنا كيف بدنا نعمل أو شو التكنيك عشان إيش نعمل الإمفريشن باستخدام الأقار طبعا زي ما قلنا لكم بيكون عنا جهاز خاص فياته ثلاث وحدات أو ثلاث وحدات كل واحدة منحطها على درجة حرارة معينة ماشي واحدة على 100 سيليسيوس واحدة على 66 واحدة على 45 سيليسيوس طبعا التكنيك الاتي هاي مكتوب هون بس خليني أحكي لكم باختصار أولا منجيب التيوب اللي فياته الأقار يعني منحطه على درجة حرارة 100 ليش عشان يسير له الكويفيكيشن عشان يذوب يتحول من الجل للسول بعدها نمسك اليوتيوب ونحطه بالكمبارتمنة الثانية اللي هي بتكون على درجة حرارة 66 لما نحتاجه منطلعه من الستوريج طيب من يعني منحطه هنا عشان نحافظ عليه بالسول بالسول على درجة 66 ثم بس بدك تأخذ للمريض بتجيب التري بتجهز التري بتطلع التيوب من هذه الوحدة من هذه الكمبارتمنة وبتحط الكمبارتمنة جوه للتري بس ما تقرأ روكتها تستعملها مباشرة جوه فم المريض ليش لانه درجة 66 تعتبر عالي نسبيا بتحرق المريض فتمسك التري عشان تنزل الحرارة وما تحرق المريض طيب وبعدها خلص بتأخذ الامبريشن طبعا اذا بدك تستعمل أغار سيرنج ماتيري يعني مرات بس نيجي نأخذ الامبريشن بالأغار بنحط بنجيب سيرنجة ونحط فيها الامبريشن ماتيري ونحط شوية على الأسنان شوية على الأسنان وبعدها منأخذ هذا الاشي تعمل بدون تعمل تمبر لماذا لأننا نحن بدأ تكون بأقصى درجات تكون as liquid as possible إلى هذه وظيفة معينة بغض النظر لا بهمنا هسا بهمنا تعرف ها بس تفهم هاي الجملة لنو إذا بدك تستعمل أغار سيرنج ماتيري بس حط ها بالليكويفيكيشن وستوريج ما تعمل تمبر ماشي بعد تحول لسول قلنا نحط بالسطورج باث من 66 إلى 69 قبل تأخذ الإمبرشن تأخذ الأغار سول وتأخذ تأخذ التوب وتأخذ مادة وتأخذ تأخذ ماتيري طبعا هناك يدخل داخل ماء لكي تبرد يعني ماتيري 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 ثم ثم تأخذ 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 43 إلى 46 دقري في تأخذ تأخذ لفتين ماتيري يعني نضع آخر واحد تأخذ تأخذ الأسماء مهمة نجب أن نعرف تأخذ التأخذ والستوريج والتأخذ نضع الأقر 15 دقيقة حسب القوام المادة إذا كان استعمال نضع الخمس دقائق وإذا استعمالنا الريجولر بدي نضع لعشر دقائق ماشي وبس المادة تكون جاهزة ونستطيع نأخذ وقتها الإمبرشن وطبعا كما شفتوا يعني هذه لنثي تأخذ وقت طويل مش سهلة بتغلوك أنت كدكتور يعني هذه الإمبرشن خطوة من عدة خطوات سوف تعملها بالعيادة لا يجب أن تأخذ منها كل الوقت وكل الجهد فلذلك يعني It's mostly in labs mostly used in labs ما هي الأدفانش تبعتها إرخيصة إلى السيسي تبعتها منيحة دقيقة المادة لا يوجد مشكلة بالدقة يعني ليس لها مثلا مش دقيقة رحنا بس تبدلناها لا Disadvantages I did Disadvantages أولا Low tier strength يعني إذا قلنا لكم أو ما قلنا لكم المادة تبعتها قليلة يعني ممكن تتمزع بسهولة التير strength مش عالي تبعتها يعني هي زي الجلي ومش جلي لهذه الدرجة لا بس هي منيحة المادة بس لا في مواد بتكون أصلب شوية منها هذي لها low tier strength need special equipment زي ما حكينا وتيجي معها الادvantages انه سعر هاي special equipment في عنا اش اسمه Sinnerices خلينا في صورة بتشرحها في عنا اش اسمه Sinnerices و Impribution Sinnerices انه المادة يعني بعد ما اخذ فيها Impression تتبخر منها المي بقل حجمها مباشر انه المادة تمتص المي لما تتركها تمتص مي من الهواء الرطوبة بالهواء بتتمتصها فبتعمل Swilling الشغلتين سلبيات الشغلتين سلبيات لانهم بيأثروا على Dimensional Stability بيأثروا على استقرار المادة لانه قلنا احنا بعد ما ناخد طبعة بدي بدي يعني نفس التفاصيل ونفس Size والdimension تبعونا الاسناء تكون موجودة مش اخذ الطبعة وتروح تنكمش او تتمدد وتعطيني بالاخر التلبيس غلط مش راكب على سن المريض فهذا اشي سلبي ماشي انه هاي المادة اذا بتتركها لفترة طويلة بصير لها Sinneralysis يعني بتنكمش شو معناها Exodive water leading to shrinkage of the impression يعني بصير في عندك انكماش بسبب خروج الماء منه Leading to decreased Dimensional Stability زي ما قل لكم بتقل Dimensional Stability لذلك هاي المادة بدك تصبها بأسرع وقت ممكن يعني اخذت الطبعة مباشرة لها بصبها قبل ما تطلع منها المي طيب فهذه تعتبر سلبية طبعا هاي سلبية موجودة مع كل الهايدروكولويدز لانه هاي المواد زي ما قلنا لكم المي جزء أساسي منها فممكن تخسر مي تكتسب مي فهذه سلبية موجودة مع الهايدروكولويدز عشان يعني يكون موضوع نفهمه بشكل أكثر ما يكون بس حفظ فهذه هي الادفانتجز و الدس ادفانتجز تبعتها قليلة ماشي ونفس الاشي الادفانتجز لما نحكي عنه رح نقول انه من الدس ادفانتجز برضو قليلة مشكلته السينريسيز وبرضو بصير فياته فبور ديمينشينال استيبليتي فبدك تصبه مباشرة شو تبي بورد اميديتلي يعني هين عرفنا ثلاثة الدس ادفانتجز مباشرة بس بكونها واحدة من الهايدروكولويدز نرجع خلصنا اول واحدة اللي هي الاغار اغار وقلنا عنها الاغار اغار عفوا الالجينيت وهي تعتبر الريفيرسابل طبعا كلمة الاجينيت ليش سميناها الاجينيت يعني جاية من الاجينيك اسد الاجينيك اسد ماشي اللي هو عبارة عن انهايدرو بيتا دي مانيورينيك اسد الدكتور حكيت هذا بش مطالبين تعرفوا بس يعرفوا انه هو عبارة عن الاجينيك اسد وانه اكسترا اميوكس اكستر يلدد باي سبيشيز اف برام سيويد يعني هم برضو مأخوذ من احد السيويد اللي هو هذا اسمه بغض النظر لنش نعرفه فالجينيت امبريشن قلنا كلمة الاجينيت لانه من مكونات الاجينيك اسد اللي مأخوذ من السيويد ماشي هذا بدنا نكون عارفينه بيحكي لكم انه الاجينيت with higher غيوليورينيك اسد لفلز اسد لفلز نورمالي شو اشترونجر انتر اكشن وث كالسيوم اندهنس ييلد greater gel strength يعني في عنا احد المكونات جوه الاجينيت هو الاجينيك اسد وهذا انتر اكشن قوي مع الكالسيوم يعني بربط مع الكالسيوم ماشي فهذا يؤدي الى زيادة القوة تبعت هاي المتيريال يعني ييلد greater gel strength حسنا نحكي تحت كيف يصير عنا تفاعل ما بين الاجينيت وكالسيوم وبعطيك الاخر الاجينيت كالسيوم موجودة تحت طبعا it is irreversible زي ما قلنا الجيل can't be turned into a soul by heating ما بتقدر تروح تسخينها وتقول يالله خلال ارجع على سول لانهن عنا تفاعل كيميائي ماشي مش بس حرارة طبعا الاجينيت من المواد اللي كثير يعني very common to be used كثير نستعملها طيب هون نذاكر لك الاستخدامات تبعونها طبعا الاستخدام الاساسي نحكي تأخذ فيها impression للمرضى عندهم اسنان ماشي هذا هو استخدام الاساسي هون هو ذاكر لك استخدامات اخرى يعني يقول لك primary impression لالcomplete دنشار بسنا بالعادة complete دنشار بصراحة نستعمل الان الالاستيك التي شرحناها من المحاضر الماضي وقلنا لكم عنهم impression to make study models and working casts هي عندك تأخذ impression عندما تأخذ تعمل فياتها cast ماشي duplicating models ممكن تستعملها عشان موضوع duplication بس برضو قلنا لكم duplication أكثر أغار أغار بدك تعمل impression عندما يكون عندك undercuts or in a mouth with excessive flow of saliva يعني يقول لك أنك تأخذ impression عندما يكون عندك undercuts ما الفكرة من undercuts زي ما قلنا لكم الأسنان المرضى عندهم أسنان الأسنان من ميزاتها أو ميزاتها وجود الأسنان يجعل لك إشيء اسمه undercuts يعني أنت بدك تأخذ هسا طبعا المتيري رح تيجي هون صح رح تغطي مثلا كل هاي المنطقة رح تدخل material هون مثلا صح ما بين السنين رح تدخل material فهذه منطقة نستطيع نسميها undercuts يعني دخلت فيها المادة بس بدك تيجي تسحب impression طلع من فم المريض المادة نفسها يتعلق داخل undercuts صح منطقة ضيقة وفي من بره لدي شيء بمنع تطلع بسهولة ماشي فبس بدك تيجي تسحب impression إذا المادة كانت inelastic كما قلنا لكم فوق inelastic materials تكسر معك لا يمكن استعمالها على هذه المرضى أما inelastic materials يمكن استعمالها من هذه المرضى ومن inelastic materials للجينيت فالجلعك تستعمالها إذا undercuts وإذا عندك excessive flow of saliva يعني هذه مادة hydrophilic ما عندها مشكلة إذا فيه saliva عادي طيب هي أصلا من مكوناتها water فما عندها مشكلة إذلك حتى لو كان المرض فيه كثير saliva لأن فيه مواد تسرع عنها فيه مواد تعتبر hydrophobic هذه المادة لازم تنشف منيح وتضخ تضع هذا شيء سيء لانه انت تحكي عن oral cavity كلها saliva فكون الاستخدامات هذول الأربع بدنا نعرف هم الأغراض الامتحان مع أنه مشكلهم هم الأشياء العملية بس بدنا نكون عارفين primary impressions إذا عندك complete dentures بدك تأخذ impression تعمل في study models or working costs بدك duplicating models أو بدك تأخذ impression لحد undercuts or excessive flow of saliva طيب ما هي أنواع ال ال type 1 و type 2 type 1 fast type 2 normal setting ما هي setting time setting time يعني كيف المادة عفو تأخذ وقت عشان تتصلب طيب هذا يسموه setting time طبعا لديك type 1 و type 2 type 2 type 1 تأخذ fast يعني خلاص انت حطت material بسرعة بتخلص reaction بتبعها وتتصلب وتأخذ بتشتغل فيها طبعا هذا يكون عنده experience يعني خبير مش طلاب مثلا فما بزبط تعطيها طالبا لسه بده وقت ويتعلم هيك ف عنا نوع ثان اسمه normal setting يعني الوقت عشان مادة تتصلب وتجهز وخلاص تصير زي هيك بهذا الشكل بدها وقت أطول ما شيف type 1 type 2 type 2 normal setting type 1 fast set هون بحكي لك الكمبوزيشن with sodium potassium and ammonium radicals يعني يقول لك انه ال alginic acid يعني هزا شو الفكرة هاي المادة عبارة alginic acid polymer يعني عندك عدة وحدات وحدات ammonium من alginic acid فيكون فياته كاربوكسل هيك مجموعة من الكاربوكسل ماشي هذولا مجموعة الكاربوكسل بتفاعلوا with sodium potassium and ammonium radicals ماشي بس هذا معنى الفقرة المكتوبة هون احنا التفاعل هسا بنحكي عنده تحت بشكل أوضح بحكي لك بعدها الفيلرز وجود يعني من المكونات عندك فيلرز الفيلرز دائما عشان تكون بالصورة دائما لما كل ما نذكر في ماد يعنى الفيلرز الفيلرز هيك بتخلي القوام يعني صلب أكثر ماسك حاله أكثر ماشي ما يكون كثير liquid فتعطي شوية صلابة فبتأثر على consistency and flexibility of the gel بتحسنها يعني بتخليها أصلب وماسك على أكثر يعني احنا الآن اخذنا impression بهذه الجينة material بعدها بدنا نصبها بدنا نصبها فبس لما تصبها رح تحط الجبسم material فوق فوق هذه الطبعة فوق الترايل عليه impression فوجود الكالسيوم وال calcium and potassium sulfate بيسرع لك setting تبع الجبسم cast يعني يخلي الكاست اللي بدك تعمله ماشي الموديل اللي بدك تعمله يتصلب بسرعة لوجود الكاسيوم وال sulfate وانا اصلا لما بدك تعمل موديل انت بدك يخلص بسرعة عشان تبدأ الشغل عليه ما بدك يطول فبس يعني بذاكر لك ميز للكاسيوم وال potassium sulfate طبعا ال جينات impression بيجي كباودر باودر هيك هاي علبة كاملة بيكون فيها باودر الثلاثة ونضع معها كمية معين من الماء هاي بتكون بالعادة يعني بتكون تعليمات موجودة على العلبة انت تقرأها وتعمل زيها فتخلطها ومادة يعني حلو المادة زيها بتجيب بيكون فيه هذا اللون وازرق وتمسك هاي زي بنسميها سباتشولة او زي اشي بتحرك فياته يعني بتحط الباودر مع الماء في غنائش اسمه mixing time working time المكسنج time حسب المادة اذا كانت fast set بده 45 ثانية normal set 60 ثانية ما قذب المكسنج time يعني الوقت لما تجيب الباودر والماء تضعها داخل هذا عفوا ليس لتري هذا باول ليس لتري باول او الزبدية منحكي له يعني بتحط فياته الباودر والماء الوقت اللي بتخلط فيه لحد ما خلاص بتحصل القوام اللي بدكية زي هيك تقريبا من 45 ثانية اذا كانت fast set normal set 60 ثانية هذا يجب بالمكسنج time الوقت اللي بتخلط فيه المادة يعني الworking time اذا fast set 1.5 minutes normal set 2 minutes يعني دقيقتين للnormal دقيقة ونص للfast set ماشي فهذه كيف تيجي عندك المادة هون بحكي لك tray with rim locked and perforation is او مرات منستعمل tray adhesive يعني هاي نستعملها بكثرة برضو الجينيت مشكلتها اللي ما تيجي اخذ فيها طبعا انها اذا ما استعملت طرائق معينة بستيجي بدك تسحب تسحب من فم المريض بتلزق ما بتطلع معك بتلزق يعني المادة بتظل جوه فمه ما بتطلع طيب لذلك احنا يا منرش اشي اسمه tray adhesive منجيب منرش عليها adhesive اشي زي الصمغ يعني بمسك المادة او بنستعمل tray كيفية نسمي perforation زي خزق ليش لانه المادة رح تطلع من هاي الخزق صح ولا لأ لما تحط ضغط على فم المريض المادة تطلع منه فلما تطلع منه زي زي بتمسك هذا بسمي mechanical interlocking انه الماتيريا اللي تأخذ المريض معك مش يعني تأخذ انت التري وظل المريض جوا فم المريض عشان هيك منستعمل يا tray فياته tray with rim lock and perforation او بنستعمل tray adhesive ماشي ليش كمان مرة عشان لما تيجي تسحب للتري من فم المريض يسحب معك للتري مع المريض تطلع معك واحدة واحدة زي هيك منقدر فيه طرق نتعامل معها فيها يعني طيب نكمل setting reaction كيف يصبح عندنا reaction بحكي يقول انه sodium alginate ال alginic acid يرتبط مع calcium sulfate هذا هو ال reactor الذي يتفاعل معه يعني عشان يعطيك insoluble calcium alginate جل ماشي يأتي calcium مع sodium alginate و يصبح ارتباط أعطي calcium alginate هاي اول شغلة بعد اشي بقولك انه calcium can bind simultaneously with carboxyl groups of adjacent molecules thereby linking the molecules يعني احنا شو قلنا بيكون عندك زي monomer زي وحدات فوجود الكالسيوم بربط لك بربط مع الcarboxyl groups مع المolecules المجاورة ماشي يعني بيجيب لك مolecules من هون مolecules من هون وبتربط ال adjacent molecules مع بعض فبعطيك بالآخر الشكل الثلاث الأبعاد لهذا الجينيت impression ماشي طبعا فيها معادلة الدكتور حكذا انا مش مطالبين فيها تعالوا نحكي على المترجم هذه طبعا مادة كثير مستعملها مادة رخيصة برضو elastic easy to use سهلة ما بتغلبك يعني ما بتهج أس جهزة خاصة أو كذا مريحة للمريض يعني وهو يعني ما بحث بدسكمفورت فهذه advantage تتبعونها disadvantage زي ما قلنا هذه من المواد اللي لها poor dimension stability ليش بسبب السينريس وال ambipation لها واحدة من hydro colloids لازم هاي المادة تصبها مباشرة ما تطول فيها عشان ما إذا ظلت في البيئة في ال روم temperature بيا بسبب لها ambipation حسب الحرارة يعني من من سلبيتها برضو انه it cannot be corrected ما بتقدر يعني إذا مذكر المحاضر الماضي l-impression نشو قلنا لكم l-impression compound من إيجابيات أنك تقدر تعدل عليها يعني في مثل منطقة ما وصلت لها l-impression عاد تضيف شوية مادة وارجع دخلها جوا فهم المريض هذه لا ما بزبط عندك غلط بدك تعيدها كلها ما شف it cannot be corrected ما بزبط وتضيف قليلا material وتعيدها يعني وإنها low tier strength يعني ممكن برضو زي الأقار ممكن تمزع معك لذلك دائما لما لما نجيج نسحبها شو بحقولنا لدكاترا اسحبوها in a sharp snap removal يعني بس تسحبها من فم المريض مش تسحبها شوية شوية هيك لأ تسحبها مرة واحدة ما شهذا بسمو sharp snap removal هاي الأشياء العملية أنا عارف أنه صعب شوية تتخيلوها لأنه أنتو لسه ما ما دخلتوا لا على اللابات ولا على العيادات بس إن شاء الله بحاول أنا أوضحها يعني تصير مفهومة بقدر الاستطاعة تمام طيب الآن الـ last impressions دعونا أشرحها بـ part 2 هيك نعتبر إن شاء الله خلاصنا part 1 الآن بدنا نتحدث عن last impressions لها أربع أنواع إن شاء الله بنحكي عنها بفيديو منفصل طيب أي حال عند السؤال يبعث لي ومفقين يا رب